بعد انسحاب فريق الطائي في هذه النسخة الثانية ومرأة يدينة تحرق الشبابي من تعاد الوحيد أمام الوحدة صافرة من فهد العنزي هذا يحتاج صبر والصبر دائما مفتاح الفرج في هذه المنحنيات ومثل هذا الدرب المخيف ولكن يبقى المخيف هو الخلجوية في جاء يومنا يا السلام مرور ما بين الأقدام كرة في جاء يومنا خلجوية وعند حسين للخليج تدخل في اللحظة الأخيرة والكرة في النهاية رمي التماس شوف واضح معنا أحمد منصور العميسي في لقطة أخيرة للعب الشباب الحارثي كرة لعب طويلة من أحمد منصور عميسي بعد أن سجل أول أدافة عن طريق القائد هنا الخليج يبدو أن ننسى مبارياتهم في أول نسخة للشباب في دور الدرجة الأولى الشباب اشترك في عام 81-82 الأسبوع التاسع ومورات الخطة نصف ساحة بدقائفتين ومذيعنا داخلي يعلن عن هدف تعادل عن طريق هجب المليمتر بعد الدقيقة 16 عطاهم 16 دقيقة ثانية وسجل كرة شبابية ولكن هل فيها حالة تسلل كتوقع شخصي؟ نقول مبارات كان فيها ربع ساعة أولى حذرة ربع ساعة أولى تلت التغطية على حالس المرمى سطام الشامري كرة العبالة قائمة أول محاولة برأسية مقطوعة تريويش خروج فواز تريس وعطين سعود تريويش خروج الآخر 15 من الشخص إذن شكرا للمذيعنا الداخلية أحد شبابين الفريق الخلجاوي كرة الآن ملعوبة مالك تريويش ولكن كرة الآن للخليج كعدت أن تمر من الحارثي ولكن الآن أولى العودة للمساندة عرضية على قائمة والرأسية ولكن للمرة الثانية أولى الآن واصلة لآلد بيس يا السلام تخطى تمرينة رد من عبدالله العرد لو عملة العرضية وصلت مهاري آلد بيس ما شاء الله بنفس ستايل يعني سيعيني دخول تواغل خطيرة لو مر ولكن الكرة عدت بعد ذلك قطعت إلى رمي التمس كما يحق للعبين المسجلين في كشفات النادي بالدرجات الأدنى المشاركة في المباريات في هذه النسخة ستحصل عندي المشاركة في الدوري على دعم مالي حث في هذا الشوت كبير كرة للأمام خاطرة عند هشام آلد بيس خطير ومهاري مرر كرة على وقت المباراة الفعل لأن المباريات ما قبل التعديل كنا يدوب نشوف لك دقيق تيم ثلاث مناصفة للصدارة مع الخليج ولكن خاطرة عدف ثاني ممكن ضعيفة ضعيفة هذا التسديد العخيرة من ال يجمع أربع نقاط من عاصل ستة في موقع أفضل 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 بكثير من دوري روشن تتت